السلام عليكم في هذا الفيديو راح اذكر العيوب بميزات خاصة بسماعات فري بوتس المقدمة من قبل شركة هواوي سعرها 400 ريال سعودي متوفر منها اللون الابيض وايضا اللون الاسود وهذه السماعة راح تكون بسير تقريبا حسب الاسواق الخارجية ما بين 140 الى 150 دولار امي كي خليني اولا سماعة مقاومة فهذا شيء ممتاز كما انها ثابتة بشكل جدا جدا ممتاز فبسبب تصميم السماعة قادرة على العزل وهذا شيء ممتاز فممكن تمارس الرياضة باستخدام هذه السماعات وما راح احتي لها منه ممكن تطيح منك شيء كويس بالنسبة للصوت فهي منافس مباشر للأبل ايرباد فتعتمد على المدز لصوات البشرية والفيز المضخم الصوتي فنعم فهي قادرة على اعطائك الصوت اللي انت تبغى والصوت بالفعل ممتاز بالنسبة للمايكروفونات وجودة الصوت الشخص اللي قاعد يكلمني ذكر لي بالحرف الواحد ان الصوت ممتاز وما في صدى للصوت وهذا الشيء جدا ممتاز نعم بامكانك استخدامك السماعة واحدة هذه اجابة بشكل مباشر الاشخاص اللي راح يسألوني ونعم انه مجرد ما تشيلها راح تتوقف بشكل تلقائي وهذا ايضا شيء ممتاز الان هذه السماعة راح تعطيك حافظة والحافظة الصراحة بالحجم الصغير جود تصنيع جيدة جدا تعتمد على USB Type C وفي زر وهذا الزر تحتاج انك تفهمها لانه هو المسؤول عن تفعيل تقنية البلوتوث في حال انك تبغى تسوي اقترام هو المسؤول عن في مسألة اعادة ضبط واللي على فكرة لازم تعلق مد 10 ثوانية علشان الانارة تظهب لون الاخضر والازرق واللون الاحمر معناتها اه تم اعادة ضبط المصنع الخاص بهذه السماعة راح تعتمد على المغناطيس فتحافظ على ثبات السماعات لما تحطها علشان تكون جاهزة من ناحية الشحن وبالنسبة البطارية فهذا يعتمد على استخدامك لكن من ناحية ترجبتي وضبط الصوت الى مستوى 60 بالمئة اقدر اقول انه اعطتني الى ثلاث ساعات ونصف الساعة والحافظة راح تعطيك 10 ساعات جيدة من ناحية اداء البطارية فهي جيدة والحافظة قادرة على اعطائك 10 ساعات فما عندي اي مشاكل من ناحية البطارية ولو اني كنت اتمنى عمر اطول للسماعات لكن اوكي ما راح اقول انه هذي ميزة او عيب بيعتمد عليك شاركني برايك في خانة التاريقات خلصنا من مسألة المميزات الخاصة بهذه السماعة نجي للعيوب الخاصة بهذه السماعة واللي قبل ما اقولها ممكن تنحل اغلبها من خلال التهديث الآن لو تتذكر ذكرت انه فيه تطبيق لكن في الوقت الحالي من تاريخ نشر هذا الفيديو هذا التطبيق متوفر فقط عن طريق الاندرويد التطبيق نفسه فائدة الوحيدة انه فقط في مسألة التحديث كنت اتمنى فيه خيارات اكثر في مسألة ضبط الصوت وغيرها لكنه غير موجود او يتم دمجة مع برامج خاصة بالرياضة الخاصة بشركة هواوي لكانت النتائج افضل بكثير لكنه غير موجود الآن نجي لمسألة التحديث مسألة التحديث من خلال هذه السماعة مجرد ما طلعتها من الصندوق طلب مني او سويت عملية اقتران طبعا واللي كانت سهلة جدا لكن مجرد ما بدأت في عملية التحديث دائما ما يوصل الى 43% و 83% و 53% يطلع لي فشل الجوال ما كان بعيد عن الكيس انه انه السماعات لازم تكون قريبة او موجودة بداخل الحافظة والجوال القصلي انه يكون قريب من الحافظة ما عرفت وش المشكلة قلت يمكن الخلل من عندي فبحث في منتدى المطورين خاص بالكستي اي في اشخاص كثير جدا كثير يعانوا من هذه المسألة ليش التحديث هذا مهم اولا انه من ضمن العيوب الموجودة انه بدون التحديث راح تلاحظ السماعة اليسرى دائما تفقد الاتصال بشكل متكرر وخاصة لما تكون في مكان مزدحم راح تلاحظ هذا الشي جدا راح تلاحظه وشي الثاني انه من ضمن ميزات الصوت هو دعمه لمسألة الـ AAC وهو ملف الصوتي القادر على الطاق جودة عالية جدا وهذا الشي ممتاز فالتحديث ضروري جدا فاللي اكتشفت انه لازم يكون جوالك بنفس اللي قاعد تشوفها الآن علشان يتم نقل التحديث الى هذه السماعات وهذا امر جدا جدا مستغرب جرد كثير من السماعات من خلال التحديث مثلا بانغ دولسن الـ E8 وغيرها ما عمري واجهت هذه المشكلة على رغم انها ايضا تعتمد على نفس فكرة او مفهوم التحديث وايضا على تقنية البلوتوز جودة الصوت ما عندي اي مشاكل فيها يعني مكالمات ما عندي اي مشاكل فيها لكن ثبات الاتصال يعتمد بشكل كبير جدا على مسألة التحديث هذا فيه تقطيع لكنه اقل بكثير جدا كثير عن مسألة انه قبل التحديث الصراحة فأتمنى انه اذا شرعت هذه السماعات لازم تحدثها لازم تحدثها عشان تتفادها هذه المشكلة ايضا في مسألة السيريكون الموجود في نفس السماعات ممتاز يحفظ على ثبات السماعات لكن جودة مرخيصة ما حسيت انها الافضل فاذا عندك وسائد خاصة بسوني مثلا وغيرها غيرها انصحك انك تغيرها فهذه الميزات هو عيوب خاصة به هواوي فري بوتس اتمنى انه الفيديو نال على اعجابكم اذا عجبك الفيديو اضغط على زر اللايك اذا ما عجبك اضغط على زر الديسلايك اشوفكم اخير ان شاء الله مع السلامة